أستاذ عبد الحميد أستاذ عبد الحميد يعني في البداية ما هي سناريوهات إلى أين تؤدي سناريوهات الغضب جراء عمليات الإزالات نعم يعني طبعا بداية لابد نحن نتسأل لماذا يقدم السيسة على هذه الخطوة خطوة الإزالات خطوة يعني غير مسبوقة ربما في التاريخ المصر كله لم يسبق أن حكومة فعلت ما فعله السيسي بنظامه طبعا هو في المقام الأول طبعا زي ما قلت حضرتك موضوع أن الخزينة حاليا خزينة السيسي شخصيا ربما يكون البنك المركزي فيه فلوس لكن الخزينة اللي هو عايزها السيسي نفسه شخصيا لينفذ بها المشروعات بتاعته خالية فاضية يعني مشروع زي العاصمة الإدارية مشروع زي العالمين المشاريع اللي بيعمل هدياتي فاضية أصبح معهوش فلوس كذلك أخدي قروط كتيرة فبالتالي عاوز يسدد وعاوز يتم لغير أن فيه كلام عاوز في المواطعة أن رز الخليج وقف خلاص أنا هاجي لك في المسألة دي لكن هو دلوقتي ما عاد عنده أي مصدر دخل في مصر وما فيش موارد حتى الغاز ده لإسرائيل هدية يعني ما عادش في موارد للدولة والسياحة توقفت عشان كورونا وكانت توقف قبل كده عشان اللي بتاع كذلك زي ما أنت بتقول حضرتك موضوع الدعم الخليج الدعم الخليج توقف نهائيا لأسباب كثيرة يعني منها أسباب كورونا ومنها أسباب أنه انخفض سعر النفط طبعا وربما يكون فيه عدم رضا عن أداء السيسي من قبل الدعمين له يعني وكذلك أيضا عنده مشاريع أخرى أو له ربما عدم جدوى يعني أنا بأمولك من خمس سبع سنين وانت في الآخر يعني انت مش جايبني نتيجة يعني يعني حكة نتيجة دي ما هي دي حاجة نسبية يعني ما هو نتيجة ما هو هو أصلا هو بنفس المخطط بتاعه اه مش قصدي ليبيا مثلا ما راحش فيها زموم عايزين ده برضو يعني ربما برضو من ضمن الأسباب لكن هو طبعا هو شغال بنفس المخطط الماشي وفي الأول والآخر الضمن لي هو بن يمين نتنيا ولكن الدعم حاليا أصبح ما عاد يعطي العوامل الكثيرة يعني هو نفسه أصلا دعم محتاج دعم يعني كات السعودية حاليا محتاجها دعم حاليا يعني بعد محمد بن سلمان ما وصل يعني كذلك أيضا الإمارات الإمارات يعني الوضع في دبي واضح عيانا بيانا فيه تراجع فيه شركات فيه استثمارات خرجت وبالتالي حتى هو لاجئ لإسرائيل من أجل هذا الغرض يعني أنها تدعمه بحسن نوك فبالتالي أصبح حاليا ما عنده كذلك هو راهن على حاجتين الرهان الأساسي اللي هم موضوع غزو قطر عسكريا والاستلاء على غزو ليبيا غزو قطر عسكريا أولا غزو قطر عسكريا بحيث أنه يسد الحاجة دياتي عنده وهو حتى في كلامه الخطاب الأخير قال أنه فكرنا نعمل موضوع ده من 2016 بس تباطأنا فيه معنى ذلك أنه كان بيراهن على حاجة تانية اللي هي موضوع غزو قطر عسكريا والاستلاء على الغزو بتاعها ده أفشلته تركيا المرحلة تانية راهن على غزو ليبيا عسكريا وطبعا الموضوع فشل الزريع فبالتالي أصبح حاليا يعني في وش الحيطة ما عنده أي حاجة إضافة إلى العوامل أخرى داخلية يعني حاليا ما حدث في ليبيا أظهر تماما أنه فيه تباين كبير بينهما بين المؤسسة العسكرية هنتكلم عن الموضوع ده بعدين لكن نتكلم عن الأسباب اللي هي السبب الأسباب اللي خلت السيس يقدم على هذه الخطوة الموضوع الأول ده كما قلنا أنه هو عاوز يسد الأموال العجزة اللي عنده في مشاريعه والخزانة الموضوع الآخر هو ترهيب المواطن يعني حس هو ربما حس أنه فيه يعني معد يعني فيه الخوف من السلطة كما كان في السابق وأن الناس معدتش تعتبر فيعني اخترع الموضوع ده بحس أنه طب هو شؤالي إلى أين تؤدي السيناريات الغضب ده يعني ممكن توصل لإيه طب أكمل بس الثالثة وبعدين اللي هي معاقبة المواطن وخاصة أن الموضوع ربما ظهر بشكل كبير في عدم نزول المواطنين في الانتخابات الأخيرة دياتي فطبعا هو عاوز متضايق منهم يعني وده كان واضح في كلامه الأخير كان واضح أنه متضايق خالص وفيه يعني أسباب أخرى نتكلم عليه ما حدث يعني أنا يعني من خلال المحطات التاريخية الماضية ومن خلال يعني التاريخ نفسه بيزبط أن الشعب المصري مهما حدث فيه وهو يمكن هو متطمن كده مهما حدث فيه مش هيسور على النظام الشعب المصري دائما بينظر للقيادة العليا اللي هي يعني تحديدا المؤسسة العسكرية إذا نزلت المؤسسة العسكرية أو إذا أعطت الضوء الأخضر للشعب المصري أو إذا سمحت للشعب المصري الشعب المصري هنا كما حدث في 25 يناير يعني واقعيا الشعب المصري لم ينزل إلى ميدان التحرير بالكسافة دي ويطالب بإسقاط النظام إلا لما نزل للجيش فهو بالتالي أنا يعني دي وجهة نظري يعني دي وجهة نظري إن الشعب المصري بينظر على القيادة العسكرية وفي المقابل ربما تكون القيادة العسكرية برضو تريد إن الشعب المصري ينزل من أجل الحصول على غطاء لإصلاح الواضح سواء بإزاحت السيسي طيب سؤالي هنا بقى في هذا الإطار ما هي دلالات زعاء السيسي للإزالات يعني حتى إنه أنا زعت هنا معلومة بتقول أن هناك تقرير من المخابرات وصل للسيسي اتقلوا فيه بالضبط كده بلاش تصدر الجيش في قصة الإزالات لإن الجيش أصبحت سمعته سيئة فهمش ناقص الجيش بيقال عليه دلوقتي جيش انتصار صحيح حد كنا زقنا فيه صحيح فالتقرير ده وصل للسيسي إلا إن السيسي عمل بتقرير الأمن الوطني اللي قاله لأ لازم ترعب الناس أكتر صحيح صحيح ما هي دلت سدع الجيش؟ أولاً هو فيه ربما معلومة أخرى إنه أصلاً طلب من الجيش إنه ينزل القرى والجيش رفض وأيضاً ربما تكون خافية على بعض المراقبين في الفترة الأخيرة إنه أصلاً طلب من الجيش النزول لتأمين الانتخابات الشيوخ والجيش رفض لو لاحظت للانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة خالية تماماً من قوات الجيش إلا بعض يعني بسيطة عكس الانتخابات الماضية أي انتخابات استحقاق انتخابي وهذا الأزعج بشكل كبير وكان واضح في كلمته الأخيرة يعني حتى لما كان بيخاطب مصطفى مدبولي وده مش عويده كمان يا دكتور مصطفى يا دكتور رعالي عبد العال لما التفت لمحمد زكي قال له يا محمد يا زكي يا محمد يا زكي لا فريق ولا فتاة فده يعكس انه فيه ربما يعني يعني تايسون انه أعطى أوامر للجيش والجيش رفض يعني في موضوع المجلس الشيوخ في موضوع إزالات وأيضاً موضوع الإزالات وموضوع ليبيا كان واضح حياناً بياناً يعني موضوع ليبيا رفض بشكل كبير لا الجيش رفض فعلاً أنا كنت أول من كتب عن موضوع الجيش لن يتدخل في ليبيا وحتى لو السيسي أجبر أو كده لن يتدخل الموضوعات كتيرة دي ممكن نتكلم عليها بعدين طيب يعني يعني سؤالي هل السيسي عايز يورط الجيش في أي مشروع يعني تحسباً لأي مظاهرات واحتجاجات واسعة هل ممكن السيسي يورط الجيش المصري في صدام مع الشعب هو عاوز كده طبعاً هو عاوز كده لكن ربما يعني ربما يكون فيه إدارة فيه شخصيات عاقلة في المؤسسة العسكرية لا تريد السيناريو اللي عاوزه السيسي إنه هو يورطه سواء كان عايز يورطه في ليبيا وده كان وضع عطيه وحتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض قاطع الدخول وقال إنه لازم يكون فيه حل سياسي وده حصل كهو هو عاوز عاوز سواء يحصل صدام بينه ما بين الشعب أو يحصل صدام بينه ما بين أي دولة تاني بنحس إنه ربما يكون فيه خطط سيناريو ما هي مصلحته إنه يعمل صدام بين الجيش والشعب؟ هو مش مصلحة هو يعني هو مش مباشرة ولكن هو حاسس إنه لو فقد الجيش وفقد حماية الجيش ليه هو فقد كل شيء يعني هو فقد هو أصلا يعني هو عاوز في الوسط حاليا ماشي هو الزراع الوحيدة اللي هو واخد دعم من الدول اللي هي الخارجية سواء حتى الدول دي أو الدول هو موضوع إنه هو مسيطر على الجيش ولذلك كان في خطباته يظهر دائما سيطرته على الجيش في كل حضوره كان يجيب مع صد صبحي جنبه وحتى الآن محمد زكي ومحمد زكي بس يعني هو ربما يعني لكن لكن يعني ألا تشعر إن السيسي حريص جدا على إنه يورط المؤسسة العسكرية في الجرائم بتاعته بحيث إنه يعني يبقوا كلهم أوساخ مع بعض ما يتحمل شواء المسؤولة لوحده يبقى مع الدخلية تحملت المسؤولية القضاء يتحمل المسؤولية يعني يعني فهم فكرة إنه إحنا كلنا في خندق واحد وكلنا يعني تورطنا فيه ألا تشعر إن السيسي حريص على المسألة دي جدا صحيح صحيح ده ده مسألة يعني قولا واحدا يعني هو عاوز كل نصة تتورط معاه وهو ربما حتى يعني من الواضح مثلا يعني إنه ما يقدر يخاطب مثلا محمد فريد بالطريقة اللي خطب بها محمد زكي ليه؟ لأن محمد فريد مش متورط معاه مثلا يعني محمد زكي متورط معاه في الانقلاب وفي احتجاز الرئيس مرسي وهكذا فهو ماسك على محمد الموضوع ده ويربا ماسك حاجة تانية فبالتالي يضغط عليه لكنه مش مسيطر على الجيش مش مسيطر بالشكل اللي هو كان عاوزه أو اللي هو بيسوق لي طيب إيه دليل لك أنه مش مسيطر على الجيش؟ هذه اللي كتير موضوع ليبيا واضحة عاوز يدخله ليبيا ما ديرش يدخله أمور كتيرة واضحة عاوزة عاوزة أنا كما قلت لك كان عاوز ينزلوا مراقبة الاستفتاء بحيث أنه هو الجيش لما بينزل مجلس الشيوخ أو الانتخابات بيعطي نوع من تجيع للمواطن أنه هو ينزل المواطن بحيث أنه برضو المؤسسة فأنت عيسوا المؤسسات العسكرية ما حبيتش تغامر بصورتها وتروح والناس ما تروحش ربما استوعبوا للموضوع وربما هم كانوا برضو عاملينها يعني أنه هم برضو مش عاوزين ينزلوا فبيحرجوه لأنه اللي حصل في الانتخابات الأخيرة عرى طبعا بشكل كبير يعني بشكل كبير ولذلك نعود لموضوع عشرين سبتمبر أنا يعني أنا أنا من خلال من بانكرو من باركم يعني بقول أنه دي فرصة تاريخية لن تعوض إذا لم ينزل المواطن المصري ويعبر عن تطبيق المواطن المصري إحنا ما بنتكلم على أحزاب ولا كانت إذا لم ينزل أي مواطن ضر من النظام ده إذا لم ينزل ويعبر عنه عن ما بيه هو كده هو كده أنقذ السيسي من المصير اللي هو المفترض يحصل بمعنى بمعنى أوضح الليلة هو حاليا اتعرق أمام الدعمين في الانتخابات ما نزلش حد التقرير الرسمي طلع 14% ودي نسبة هزيلة جدا في تقارير تاني بيتكلم عن أقل من كده بكتير يمكن أقل من 5% أو 2% فبالتالي ما أصبح ليه شعبية وما أصبح يقدر يتكلم لا أسيبك من الشعبية لا أكمل الفكرة بسا فبالتالي عينه ما يقدر يبص للدعمين ويقولهم أننا عند شعبية فبالتالي لما المواطن ما ينزلش فهيتكلم هو بقوة ويقول أن المواطنين ما زالوا محتاجين لكن معلش زيب عايزين يعني خليني بس أكون مع حضرتك هناك إجراءات تجري على قدم وساق بنشوها في الجرايد يعني مثلا هاشتاج مش عايزينك نازل 20 سبتمبر تم تسميمه عن طريق إلساقه بالجماعة الإخوان المسلمين نعم نعم أنا بس عندي سؤالين في الشق ده أول سؤال هل تعتقد أن إجراءات التسميم دي ممكن تخيل على المواطن ويقول لك أصل لعمل الدعوات دي جماعة الإخوان هل تعتقد أن إجراءات التسميم دي ممكن المواطن يبلعها فعلا ويخضمها وما ينزلش يعني في السابق كان بيتخيل على المواطن المصري تخيل بشكل كبير وكان المواطن بيعتبر إن دول عايزين الناس فوضوية لكن بعد ما دخل في العمق دخل في لقمة المواطن في رغيف العيش في مسكنه اللي بيقويه من البرد من الحر من كده طبعا ما عادتش يتخيل عليه لنهو كده يعني سوار أي إجراءات تسميم لهذه المظاهرات أو للدعوة المظاهرات لن تخيل على المواطن المصري أظن يعني هو سبق في أفعال كتير أفعالها يعني هو وأنبيها سبق المواطن الموشكلته مش مشكلته مع الإخوان يعني هو يوم ما يمنع أحمد شفيق من الترشح إلى الرئاسة يبقى دي مشكلته مع الإخوان يوم ما يحبس سامي عنان عشان هو يترشح هو دي مشكلته مع الإخوان هل سامي عنان إخوان هل أحمد شفيق إخوان هل لما يمنع أي مرشح بالترشح ضده هل هو ده كان المرشحين أصلا إخوان فبالتالي أصبح ما عادت تنطلع على المواطن أنه هو يتكلم على الإخوان ومشير الإخوان طيب في الشقة الثانية في السؤال ده أستاذ عبد الحميد هل تعتقد أنه آن الأوان للإخوان إنها تعلن في بيان رسمي إنها لا علاقة لها بهذه الدعوة والله دي حاجة تسألها بقى للإخوان لا أنا بسألك من وجهة نظرك يعني هو الواقع فرض يا أستاذ محمد الواقع فرض الواقع الحالي بعد ما حصل الإجراءات القنبية السيسية إن كل الجهات تتنح عن المشهد الواقع فرض وإن اللي يتصدر المشهد حاليا هو المواطن المصري يعني أنا بس عشان نشرح فكرتي لحضرتك ولستد المشارين يعني دلوقتي النظام قاعد يقول اللي بيعمل ده الإخوان اللي بياده على مزارة الإخوان يعني شمعته الإخوان فإذا خرجت جماعة الإخوان وأعلنت سبياء الرسمي إن أنا مليش علاقة بالدعوة دي ما الضرر خاصة إنها لم تعلن العكس يعني جماعة الإخوان لا أعلنت إنها بتدعو المظاهرات والمشاركة فيها ولا أعلنت إنها ليس لها علاقة إلا أنتوا لا أعلنتوا ده ولا أعلنتوا ده وفي النهاية إنتوا أصبحتم لقمة سائغة أو شماعة جاهزة للنظام إنه كل شوية علّ عليكم ألم يح إن الوقت كده إن الإخوان تعلن موقفها الحقيقي إما إنها تدعم مظاهرات عشرين ستمبر أو أنها تتخلى وتؤلن عدم مسؤوليتها عن مظاهرات عشرين ستمبر تمام شوف أنا وجه نظري أم عبر عن وجه نظري أنا لا أعضو في إخوان ولا أفعض أي تنظيم أو في أي جماعة أنا جاي معاك صحفي محلل سياسي فقط لغير جماعة الإخوان المسلمين ربما عبرت عن هذا الأمر في كذا بيان لها وفي كذا موقف لها وفي كذا حوار مع قيادة أن هي جزء من الشعب المصري وأن اللي يعملوا الشعب المصري هي معها أما في مشهد زي هذا أنا شخصيا أنا شخصيا أطالب جماعة الإخوان المسلمين أنها تدعو لدعم هذا الحراق أنا شخصيا أدعو لأن طبعا لا شك أن جماعة الإخوان المسلمين لها قواعد على الأرض تستطيع أنها تحرك المشهد وإحنا في الأول والآخر أنا وإنت وكل الناس عايزين الموضوع ده ينجح الحراق ده ينجح الانتفاضة تتنجح وبالتالي أي عامل مساعد لنجاح هذا الحراق إحنا ندعمه أنا شخصيا أدعو الجماعة الإخوة المسلمين أنها تدعو الشعب المصري للنزول ربما في مواقف سابقة لم تدعو جماعة الإخوة المسلمين إلى النزول لإعتبارات أخرى أنا أعرف تماما أنه كان في كلام بينهما بين السيسي إذا دعيته الإسقاطي أو إذا نزلتم الشعب هعدم لكم قياداتكم السيسي نفسه شخصيا السيسي شخصيا قال البعث الرسائل إذا دعيته لأي حراك أو دعيته لإسقاطي وحركت الشارع فأنا هعدم لكم قيادات الإخوة المسلمين دي معلومة أو أنت واسخ منها أي طبعا طبعا معلومة واسخ من مصدرها وبالتالي جماعة الإخوة المسلمين حاليا مرهونة في قياداتها أنها في السجود خلاص سؤال أن أعدم تخلي أعدم مسؤوليتها أحنا ما نجدعو ما نجدعو أنا مهم أنا ما نجدعو لكن أنا أنا شخصية طيب بناقش ما قلت أنت يعني حضرتك دلوقتي كان جماعة الإخوة لا أعلنت أنك معها ولا أعلنت أنك ضد صحيح صحيح طب إيه موقف حضرتك حضرتك قاعد مع مين دلوقتي صحيح أوه ده اللي أنا بس أسأل عليه صحيح بل بالعكسي بالعكس وجودك في النص كده ضرر لي نحنا لأنه الناس عملة تتعلق الشماء عليك دي جماعة الإخوة اللي دعية دي جماعة الإخوة وحضرتك قاعد تتفرج عليك كده لا بتقول أنا معها ولا بتقول أنا ضد وفي النهاية بيتم تسميم هذه المظاهرات بإلساقها بجماعة الإخوة أقصد أقول يعني ألا يجب أن جماعة الإخوة تتحرك إما تعمل زباحتك بتقول أو تعمل العكس ما أنا كما يعني قلت لك في العرب إيه أنت هل شايف ديه سياسة من جماعة الإخوة السياسة إنهم يسكتوا كده الصمت الرهيبي مش هي سياسة هم مفروض عليهم أنهم يسكتوا كما قلت لك مفروض عليهم من مين مفروض عليهم من النظام هو قال لهم كل صراحة قال لهم لو نزلتوا ولا عملتوا أي شيء هاعدم لكم القيادات خلاص يبقى تنحوا بقى يتنحوا إيه هما في مسكين حاجة دلوقتي عشان يتنحوا خلاص يعلنوا أنهم مش مسكين حاجة هما مسكين يعني بينهم هما مسكين كمعات الخارج طب ماشي أنا بقول حديثها ليهم مناصب في الدولة هما منصهم في السجون ونصهم التاني مشرد يعني كترخيرهم تتخرم تعلن الجماعة أو من تبقى من الجماعة خارج السجون وفي المنافي نحن لسنا لنا علاقة بالموضوع والله ده حاجة ترجع لهم هما يعني لهم لكي تتكلمين على وجهة نظري أنا شخصيا يعني برغم أنه هو في يعني هو بيهددهم بالكده لكن أنا شخصيا في الفرصة دي أنا أدعوه من هما يدعو للنزول يدعو للشعب المصري يدعو لأي موقف الحقيقة أنا أدعو جماعة الإخوان لأي موقف في الدنيا يعني واضح 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 يبقى واضح إما أنك أنت مع هذه الدعوات وتؤيدها وتناصرها المفترض وإما أنك أنت تقول لا يا جماعة أنا ما ليش علاقة والنظام بيلعب بيكم وأنا ما ليش علاقة بالقصة دي خالص يعني هو المفترض ولكن يعني برضو نرجع لقبل كده أنه برضو هي ربما عبرت عن بعض الأمور أنه مؤيدة لأي حراك بس بشكل عالي يعني بعض حوارات تحدث مثلا الأستاذ إبراهيم مونير عن موضوع ترشح سامي عنان وهكذا فهو يعني ربما يكون أيد الفكرة لكن هو برضو يعني قيادات الإخوان مش عاوزة تلزم الجماعة عشان في بكرة وبعد هيقول له أنتوا تسببتوا في كذا وأنتوا تسببتوا في كذا ربما يعني ذا كذا طيب السؤال الأخير اللي حضرتك في نهاية الفقرة دي يعني ما هي الثقة اللي بيتمتع بها السيسي باتخاذ إجراءات تغضب المصريين هل دي ثقة أم أنه غباء منه لا هي ممكن تكون غباء منه يعني هو غباء هو حاليا أصبح ما يملك أي أوراق للضغط عليها كما قلت لك الجيش ما عد معه كل تصرفاته سبع سنة غباء لا نحن نتكلم على مراحل معينة في مراحل في البداية كان طبعا ما شاء الله شعبية مطلقة يعني لي في الفترة دي ياتي كانت المؤسسات كلها معاه ربما دعم لي بشكل كبير ما كان حد يتجر أنه ينتقد وما حد لكن طبعا الأمور مرت بمراحل وابتدت تكشف للجميع وخاصة يعني لما ابتدت ناس من داخل من قلب الدولة أنها تترشح للرئاسة في مواجهته وهو أقصى بشكل كبير فطلح المسألة أنها مسألة الإخوان المسلمين وده انعكس يعني انعكس على علاقته بالمؤسسات يعني أنا شايف حاليا أن كلمته الأخيرة دي واضح فيها يعني فيها مؤشرات كتيرة مؤشرات أني ما عد علاقته بالمؤسسة العسكري كما كانت وأنه هو هيصطعيد بهذا الأمر بأنه هو دعم الداخلية ودعم أمن الدولة أنه يتنفس قراراته في مؤشر آخر أنه ما حد سمع كلامه وقرارها أكثر من مرة والله اللي مش عاكبه ومش قادر ينفذ يتكل على الله يعني حتى لما تكلم على العمد والمحافظين قال السادة العمد والمحافظين لما جاء عند محمد زاكي الفريق أول محمد يا زاكي فدي واضحة عينا مبينة أنه في هما الاثنين دلوقتي أنا أتكلم على المؤسسة نفسها مش محمد زاكي أنه هما الاثنين على مفترق طرقي وده واضح سيد عبد الحمين هل تعتقد أنه حصل أي حراق هل في طائفة من الشعب ممكن ما تستجيب للحراق وإنه أكون صريح معنا زي الأقباط مثلا بيعتبر أنهم مستفيدين هل تعتقد أنه ممكن تحركوا مع الشعب طبعا الموضوع ربما ومفترض نخصص لي حلقة من ضمن الاحتقان في الشارع المصري موضوع الغلاء وموضوع سياسات النظام التجوعية للشعب المصري وأيضا دعمه المطلق للأقلية القبطية ده لا هم أقلية أقلية يعني أقلية التوصيف السياسي والتوصيف الحسن هم أقلية وبالتالي هو دعم الأقلية على الأغلبية ده أثار استياء بشكل كبير للمواطن أنت لامس ده لامس استياء من المواطن أنا ممكن أضرب لك أمثل على الاستياء اتمثل الموضوع ده ورسان حالي الناس دلوقتي حاليا أني إزاي تهدم المساجد بالشكل ده والكناية الزمهية بل بالعكس الكنية بتقطع الطريق يعني أنا في فيديو من حوالي ست شهور أيوة الواء بتاع الكنيسة اللي في وسط الطريق لا لا غير ده غير ده غير ده يعني هو الكنيس حاليا لم تكتفي مثلا فقط أنها تبني مخالفة والأسيس اللي تكتفي ولكن هي بتستولع على الحرم كله يعني في فيديو أنا نشره ممكن أرسل حضرتك أو تزيعوه على موظف في الحكومة في الدولة في الدولة في إدارة مواقف أسيوت أنا نشرت الفيديو بيكلموا المزيع هم بيمهدوا الطرق وبيفتحوا الطرق عشان اللي بتاع فبيكلموا المزيع بيقولوا يعني أنتو الإجراءات قالوا والله بس في مشكلة بتواجهنا إيه المشكلة قالوا في كنيسة وحدد الكنيسة قالوا والله الكنيسة دي مش بس مكتفية بأن هي مستولية على الأرض كمان وقد الموقف الموقف بتاع الناس اللي بيركبوا بين المواطنين ومستولي عليه ومنع أي حد من الدخول ده فيديو ومسجه وده موظف حكومي طيب هل تعتقد أني بعد هذه المكاسب اللي حصلنا على الأقباط ممكن يلبوا أي دعوة للتظاهر هو ما قال يعني يلبوا دعوة للتظاهر يعني تاريخ الأقباط معروف إن هما لم يعني لا ما نزلوش مين لقل الكلام أنا شفتهم لا مين لقل الكلام أنا ما كنت في 25 أنا كنت في تكلم تجربة البابا شنودة نفسه دعا بعدم النزول أقمأ أنت مع الشيخ الأزر دعا بعدم النزول بها أنت مع الشيخ الأزر لا يعني في فرق لا 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 بس أنا بكلم عن تجربة يا يا أستاذ محمد المشهد الموجود في المداني القائلين لما كلمني معلش معذرة يعني ده حقائق وده تاريخ حقائق وتاريخ الأقباط معروف إنه هما يستجيبوا للقيادة بتاعتهم القيادة بتاعتهم نفسها قالت يعني زي الإخوان المسلمين في مصر يعني مع فرق التشبيه طبعا لكن يعني قيادة الإخوان لما بتدعو الكوادب بينزلوا الكنيسة نفس الكلام المؤسسة مؤسسة حكومية فتدعو أو لا تدعو ده ما حدش بيستجيب هما نفسه البابا شنود حواروا فيما المصر اليوم وأخبار أنا لا أدعو المواطنين وبالفعل ما حد نزل نزل خمسة ستة عشرة مية تلتمية ألف مقاردة بالعدد طبعا لا يعني 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 يا أستاذ محمد يا أستاذ محمد ده تاريخ ما يتا أنا مع احترامي طيب يعني لا 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 مع احترامي مع لشي مع احترامي للإخواتنا الأقباط وإحنا لنا لكن ده تاريخ ده حقيقة الأقباط لم يشاركوا وحتى يعني في بعض بيقول أنهما لما موضوع مزبيرو ده مشاركة في السورة لا ده غير حقيقة يعني ده أمر كده موضوع مزبيرو ده قصة تاني أنهما اعترضوا على موضوع ماريناب وكنيسة الماريناب وهكذا والتالي لم يشاركوا في السورة ويعني حاليا حاليا ربما عند شباب الأقباط بس هما قلة طبعا يعني لا يمثلوا الكنيسة ربما يكون في وعي وربما يكون لكن أنا يعني من خلال برضو من باركم أيضا هي دعوة أنهما يعني يستوعبوا التاريخ واستوعبوا ما يعملوا بينهم وبين بعض بينهم وبين المسلمين أخواتهم المسلمين فجوة لإني بكرة وبعد والانقلاب هيسقط وهيبقى الشعب المصري يعني أنا أضرب لك مثال قبل ما نختم يعني الرئيس محمد نجيب رحمة الله علي لما جي يقولوا عرضوا عليه قانون إصلاح الزراعي رفضوا رفض قاطع وده أيلو في مذكراته فالسبب من ضمن نقولك هيعمل فارق بين الطبقة الغنية والطبقة الفقير ويعمل احتقان وربما يحصل فيما بعض يعني يحصل اقتتال اقتتال أو كده وبالتالي أنا أنا بقول يعني هم يجب أن يستوعبوا أنه ممكن هذا النظام هيسقط وبالتالي ربما يكون في ضغينة بينهم وبين الشعب المصري شكراك على كل حال سيداو حميد قد بالكاتب الصحة في باشكرا حضرتك جيد شكرا 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 للمشاهدة